أنهى المنتخب المغربي مشواره في دور المجموعات بتعادل مع كونجو الديمقراطية وفوز على زامبيا في كأس أمم إفريقيا على ملعبه لغون بوكو الملعب ذاته للمدينة الساحلية في جنوب كوديفوار سيكون نقطة البداية لمشوار أسود الأطلس وجماهيرهم في الأدوار الإقصائية المنتخب المغربي سيواجه نظيره الجنوب إفريقي في دور الستة عشر وسيكون المغاربة منقوصين من نجمهم سفيان بوفال بسبب تعرضه لإصابة عضلية في التدريبات كما يبدو أن غياب النجم حكيم زياش محتملا بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة ضد زامبيا غياباني قد يؤثران على تشكيلة المدرب وليد الرجراجي نعلم أن أي نتيجة سلبية ستعيدنا إلى الديار لدينا الخبرة من المسابقات الأخيرة وكأس العالم للاعب هذا النوع من المباريات ندرك أن هذه بطولة جديدة ولدينا حافز للتأهل يجب أن نكون متواضعين ونلعب بكل قوتنا إذا أردنا الوصول إلى ربع نهائي لكننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية يبقى المنتخب المغربي مرشحا فوق العدل الذهاب بعيدا في النسخة الحالية من أمم إفريقيا وحتى للتتويج بلقبها فهو يملك مجموعة غنية باللعبين المميزين فنيا ويمكن للبدلاء صنع الفارق بالإضافة لروح الفريق العالية نشوفه إحنا دابا فتنا الدور المجموعة الآن تركز كله على المقابلة اللي جايديا لغدا إن شاء الله الدراري إحنا وعين بمسؤولية اللي علينا كانت منه إن شاء الله نكونوا عند حصن ضمن الجمهور المغربي ونحقوا إن شاء الله مجموعين يدخل أسود الأطلس مرحلة خروج المغلوب وعينهم على التأهل لربع نهائي ومحاولة بلوغ أبعاد ما يمكن بهدف إحراز لقب إفريقي لن يفوز به المغاربة إلا مرة واحدة عام 76 من القرن الماضي